وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في تعزيز جهود الاستصلاح الزراعي في مشروع الدلتة الجديدة وما يتبعه من إنشاء مجتمعات عمرانية ممتدة جاء ذلك خلال اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية لتخطيط العمراني واللواء أركان حربها بالفعل رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي اطلع على مستجدات المشروع القومي العملاق للإنتاج الزراعي الدلتة الجديدة والذي يهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية في مصر على امتداد محور الضبعة حيث يضم المشروع في نطاقه عدة مشروعات محورية للتنمية الزراعية من ضمنها مشروع مستقبل مصر كما تابع الرئيس خلال الاجتماع جهود استغلال وتطوير مجموعة الأراضي الفضاء داخل محافظة القاهرة خاصة في منطقة شرق القاهرة حيث وجه الرئيس السيسي بإتمام هذه العملية وفقا لنهج شامل يتكامل مع المشروعات التنموية الضخمة التي تقيمها الدولة وجهود التنصيق الحضري في المحافظة